وينضم إلينا من العاصمة بيروت عبدالسلام موسى المنصق الإعلامي لطيار المستقبل سيد موسى مرحبا بك ماذا طلب عون من الحريري حتى تنحى كان الرئيس سعد الحريري واضحا عندما قال أن الرئيس عون أبلغه أننا لن نتفق على التشكيل وذلك استمرار للعبة الابتزاز والشروط التي يضعها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بخلاف الدستور وبخلاف المبادرة الفرنسية وبخلاف مبادرة الرئيس نبيه بري هناك مشكلة لدى رئيس الجمهورية أنه احتجز طوال الأشهر الماضية توقيعه على التشكيل الحكومية من أجل ضمان مصالح الوزير جبران باسيل السياسية والذي هو صهره في المناسبة اليوم رئيس الجمهورية يمعن في أخذ البلد إلى جهنم ويمعن في تسليم البلد للفراغ وهو لديه بطل في التعطيل لأنها في السابق أفرغ رئاسة الجمهورية من مضمونها وعطل رئاسة الجمهورية لأكثر من سنتين ونصف تحت عنوان ميشيل عون أو لا أحد واليوم يعيد الكرة من جديد بتعطيل تشكيل الحكومة تحت عنوان عمره ما يكون حكومة كرميل عيون الصهر جبران باسيل للأسف هناك عقلية مستحكمة بفريق رئيس الجمهورية هي عقلية التعطيل وهذا العهد بقيادة رئيس الجمهورية ميشيل عون ملتزم أجندة التعطيل حتى نهايته وكما قال الرئيس السعد الحريري اليوم الله يعين البلد وللمناسبة رئيس الجمهورية بشر اللبنانيين منذ أشهر أننا نذهبون إلى جهنم عن سبب اختتام الرئيس السعد الحريري خطابه بهذه العبارة هذه العبارة تذكرنا بعبارة للرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2004 عندما اعتدر عن تشكيل الحكومة نتيجة الضغوط ونتيجة الشروط التي كان يحاول أن يضعها رئيس الجمهورية أنزاك إيميل لحود فهذه العبارة تعود بنا بالذاكرة إلى تلك الأيام الرئيس السعد الحريري استخدم مصطلح الله يعين البلد لأن اللبنانيون اليوم يعيشون معاناة كبيرة نتيجة سياسات هذا العهد لمزوت لبنزين الدولار في حالة ارتفاع جنوني أزمة دواء أزمة أمن أزمة استقرار سياسي أزمة ثقة عزلة عربية ودولية نتيجة سياسات هذا العهد ونتيجة تغليب هذا العهد للمصالح الضيقة على مصلحة اللبنانيين تمانية أشهر وتسعة أشهر مع الرئيس سعد الحريري وقبلها شهر أو شهرين مع الرئيس مع السفير مصطفى أديب والمشكلة باتت واضحة الجميع كان في وادن ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر في وادن آخر وقد حولوا رئاسة الجمهورية من موقع الأول في البلد إلى مؤسسة حزبية للتيار الوطني الحر طيب سيد عبد السلام بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية هل هناك أدوار معينة أو خطوات مقبلة ستقومون بها في طيار المستقبل؟ الرئيس سعد الحريري سيتحدث اليوم بعد ساعتين ونصف من الآن وسيتحدث بلا تكليف وسيكشف كل أوراق التعطيل التي حصلت طوال الثمانية أشهر وتحديدا في اللقاء الأخير اليوم طبعا الرئيس سعد الحريري هو رئيس تيار سياسي ورئيس كتلة من أكبر الكتل في المجلس النيابي ورقم صعب في المعادلة الوطنية اللبنانية وبالتالي هو سيواصل دوره ومهامه السياسية بالتنسيق مع رؤساء الحكومات السابقين ومع رئيس مجلس النواب نبيه برري ليبني على الشيء مقتضاء بالنسبة للخطوات المقبلة لنرى كيف سيتلقف العهد اعتذار الرئيس سعد الحريري طبعا هذا الاعتذار سيضع العهد أمام على المحك لأن مهمة اختيار وتكليف رئيس حكومة جديد ستكون صعبة لأن الرئيس سعد الحريري التزم بالسقف الدستوري لتشكيل الحكومة فيما فريق رئيس الجمهورية حاول فرض أعراف والقفز فوق الدستور وبالتالي أي رئيس مكلف جديد سيكون عليه من الصعب أن يكون تحت سقف الدستوري الذي رسمه الرئيس سعد الحريري لوضع تشكيل الحكومة في نصابه الدستوري والوطني السليم بخلاف النصاب الطائفي والمذهبي والشعبوي الذي حاول رئيس الجمهورية وجبران بسيل وضعه فيه أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من العاصمة بيروت عبدالسلام موسى المنصق الإعلامي لطيار المستقبل